اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى موعدنا مع الحلقة الأولى من سلسلة نسف أكاذيب القمص زكريا بطرس حول وحي وعصمة القرآن الكريم الحقيقة أنا أريد أن أبدأ الرد على القمص زكريا بطرس في هذه السلسلة المباركة بالحلقة رقم 110 الحلقة رقم 110 دي زكريا بطرس قال أن دي إعصار مدمر إعصار مدمر يقمص زكريا هو قال أن دي إعصار مدمر هيضمر بها وحي وعصمة القرآن الكريم حلقة النهاردة دي أنا باعتبرها هدية لكل مسلم ولكل مسلمة ولكل مسيحي ولكل مسيحية عشان يعرفوا حقيقة أبيهم زكريا بطرس تعالوا نسمع القم الزكريا بطرس بيقول إيه ونرجع لحضراتكم تاني هل يوجد آخرون رفضوا وحي القرآن في عهد الصحابة؟ صحابة برضو طبعا نعم فقد جاء في نفس المرجع كتاب الطعن في القرآن الكريم والرد على الطعانين في القرن الرابع عشر الهجري للمطير صفحة 18 إلى 21 عن آخرين منهم نافع ابن الأزرق وعطيه يقول لك أتى يا ابن عباس فقال يا ابن عباس أخبرنا عن أمور في الوحي وذكروا له اعتراضاتهم على الوحي فقال له ابن عباس ويحك يا ابن الأزرق ويحكوا بس ما تترضى عليه وتجاوب تحديد زي ما اسمعنا كده من حضراتكم المذيعة بتزأل القمو الزكريا بطرس وبتقول له هل يوجد آخرون رفضوا وحي القرآن في زمن الصحابة يعني يا جماعة رفضوا وحي القرآن ناس رفضت وحي القرآن يعني يا إما الناس دي كانوا مسلمين وارتدوا رفضوا الوحي يا إما ما كانوش مسلمين كانوا في الأصل كفار طيب يبقى مفروض دلوقتي زكريا بطرس يجيب لها عينة من الاتنين دول أو صنف من الصنفين دول يا إما الناس كانوا مسلمين وارتدوا يا إما الناس كانوا كفار ورفضوا وحي القرآن على كده صح كده طيب الاتنين الزكريا بطرس ذكرهم للمذيعة مين دول نافع ابن الأزرق وعطية الاتنين من المسلمين نافع ابن الأزرق وعطية يعني الاتنين دول ولا كانوا مسلمين وارتدوا ولا كانوا مثلا كفار وما اسلموش من أصله جاب لها اتنين من المسلمين تبدو كده رفض وحي القرآن مش عارف يعني اهو ده السؤال اللي لغاية النهاردة زكريا بوترس ما جاوبش عليه ولاني وجيب طيب النقطة التانية ان القم الزكريا بوترس لما جيه يذكر كلام ابن عباس رضي الله عنه قال ان ابن عباس هدد هذين الرجلين هددهم وقال لنافع ويحك يا ابن الازرق زي ما هو قالها كده طبعا هو مش بعف يتكلم يعني وان شاء الله سبحانه وتعالى هنبين لحضراتكم دلوقتي وانه ما بيعرفش ينطأ كلمات عربية بطريقة صحيحة مع ان الكلام متشكل قدامه وموجود بالتشكيل طيب اولا زكريا بوترس قال ان ابن عباس رضي الله عنه هدد هذين الرجلين وما جاوبش عليهم تعالوا نسمع القمة الزكريا بوترس وهو بيقولوا الحتة دي خصوصا ونرجع لحضراتكم تاني نافع ابن الازرق وعطيه يقولك اتى يا ابن عباس فقال يا ابن عباس اخبرنا عن امور في الوحي وذكروا له اعتراضاتهم على الوحي فقال له ابن عباس ويحك يا ابن الازرق ويحك يا ابن الازرق ويحك يا ابن الازرق وحكوا بس ما اطرت عليه وتجاوب تهديد ما اطرت عليه وتجاوب تهديد ما اطرت عليه وتجاوب تهديد زي ما اسمع دلوقتي القومة الزكريا بطرس قال ابن عباس هددهم لما جيوا سألوه كده والكلام ده على القرآن ها وهددهم وما جاوبش عليهم طيب انا عايز افتح مع حضراتكم الكتاب اللي زكريا بطرس بيتكلم عنه بس قبل ما افتح الكتاب عايز اول حاجة ان الكتاب ده اسمه ايه على الشيشة امامناه دلوقتي كتاب دعاوة طاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر الهجري والرد عليها يعني ايه يا جماعة يعني الدكتور عبد المحسن المطيري حفظه الله اتى بالشبهات التي تثار حول القرآن وبدأ يرد عليها في هذا الكتاب والكتاب نفع جدا وكتاب مبارك وبإذن الله سبحانه وتعالى هتجدوا رابط لتحميل نسقة مصورة من الكتاب بصيغة بيدي ايف موجودة تحت الفيديو في قناة المخلص وتحت الفيديو في قناة مكافح الشبهات ومرفقة مع الفيديو على موقع الدعوة لأخينا الحبيب أبي المنتصر شهين حفظه الله زي ما قلنا من الكتاب الدكتور عبد المحسن بيرد فيه على الشبهات المثارة زكريا بطرس لما قتى بهذا الكتاب في الحلقة دي خصوصا ويستشهد منه عدة مرات زكريا بطرس بيعمل ايه يأتي بالشبهة للدكتور عبد المحسن ذكرها عشان يرد عليها ويذكرها من غير الرد وبعد كده يسأل المسلمين فين الردود محدش بيرد علينا ليه يعمل مرد عليك ايه مهرج الردد والكتاب اللي انت تتنين منه ده كتاب فيه الردود انت بتحذف الردود وبتقول الشبهة من غير الرد طب هنعملنا كده اكتر من كده يعني يلا ما علينا هنبتع أمام حضراتكم بلوقتي الكتاب على الشاشة صفحة رقم 44 و 45 قد الرواية على الشاشة اللي بتكلم منها زكريا بطرس واخرج عبد بن حميد من طريق علي بن زيد عن ابي الضحى ان نافع ابن الازرق وعطية اتى يا ابن عباس رضي الله عنه فقال يا ابن عباس اخبرنا عن قول الله في نقطة هنا لازم نعلق عليها الاتنين دول نافع ابن الازرق وعطية لما سألوا ابن عباس قالوا له ايه قالوا له اخبرنا عن قول الله مش ذكروا اعتراضاتهم على الوحي زكريا بطرس هو بيتكلم قال ايه جمل ابن عباس ها رضي الله عنهما واذكروا اعتراضاتهم على الوحي ايه يا عم ده انت بتبيع طبيق ايه انت بتقوله ده الناس ما ذكرواش اعتراضاتهم الناس بيستفسروا عن سؤال في القرآن زي انا مثلا في مسألة انا ما عرفش الرد عليها او او ايه ما عرفش تفسيرها بيوحل واحد من اهل العلم بيقول له اخبرني عن قول الله اية كذا في سورة كذا وهكذا يبقى ده معناه ان انا رفضت وحي القرآن اعوذ بالله اللهم اني اشهدك اني اؤمن بهذا القرآن بكل حرف وبكل آية وبكل سورة واؤمن به من اوله الى اخره من سورة الفاتحة الى سورة الناس واموت على ذلك باذن الله سبحانه وتعالى زكريا بطرس قال لك ايه ذكروا اعتراضاتهم لا ما ذكرواش اعتراضاتهم وكمنهم قالوا له ايه اخبرنا عن قول الله يعني انا معتقد ان هذا القرآن قول الله يجي زكريا يقول اه ذكروا له اعتراضاتهم على الوحي ايه يا عم زكريا ايه يا عم زكريا من فاش انت تعمل ده كلام ده غلط خالص يعني طيب امهم اخبرنا عن قول الله تعالى هذا يوم لا ينطقون وقوله ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وقوله ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين وقوله ولا يكتمون الله حديثا ابن عباس رضي الله عنهما عمل ايه قال ويحك يا ابن الازرق انه يوم طويل وفيه مواقف تأتي عليهم ساعة تعالوا نيل بالصفحة اللي بعدها تأتي عليهم ساعة لا ينطقون ثم يؤذن لهم ثم يؤذن لهم فيختصمون ثم يكون ما شاء الله يحلفون ويجحدون فإذا فعلوا ذلك ختم الله على أفواههم وتؤمر جوارحهم فتشهد على أعمالهم بما صنعوا ثم تنطق ألسنتهم فيشهدون على أنفسهم بما صنعوا وذلك قوله ولا يكتمون الله حديثا يعني ابن عباس رضي الله عنه جاوب على سؤال الرجلين ما طلعش هدده وَالْوَيْحُكَ يَا إِبْنَ الْعَزْرَقِ زي ما انتا قلتها عم زيكو اللي انتا بتقوله ده ما هو ابن عباسة هو جاوبة هو تخيل انت كده يقوم الزكريا لو في واحد مسيحي أو واحدة مسيحية دلوقتي بيحترمك أو بتحترمك خلاص وبيظن أن انت رجل محترم وبيقدسك وبيعظمك وكده ويجي يفتح كتاب زي كده وأنا متأكد من الحلقات دي فيه نصارى كتير بيشوفوها ويجي يفتح الكتاب ويلاقيك أن انت رجل كذاب أو يلاقيني أنا عرضت الكتاب على الشاشة ويلاقيك أن انت رجل كذاب تخيل المسيح ده شعوره ايه نحيتك تخيل المسيحية دي شعورها ايه نحيتك والله اقسم بالله أن اللي انت عملته ده واللي انت بتعمله واللي انت كم بتفكر تعمله فيما بعد كل ده خدمة للإسلام يا ما فيه مسيحيين كتير ممكن كلامنا احنا معاهم ما يختنعوش بي لكن لما يكتشف أن انت شخص كذاب ده يكون أول طريق لي للإسلام فأنا بقول لك يقوم الزكريا جزاك الله عن الإسلام والمسلمين شر الجزاء فأنت داعي إلى الإسلام ماشي فمشكلين يعني جزاك الله شرا خلاص طيب الزكريا بطرس قال ايه قال ان ابن عباس قال ويحك يا ابن الأزرخ طبعا غلط برضو وقال ويحك مع ان الحاء عليها فتحة وبينة جدا والراجل مشكلها عشان ما يجيش واحد جاهل زي زكريا بطرس ويقولها ويحك واضح؟ قد الكتابة أمام حضرتكم على الشاشة الكلمة مكتوبة ايه؟ مكتوبة ويحك حاء فتحة حاء قول ورايا زكريا حاء فتحة حاء ويحك ويحك يا ابن الأزرخ انه يوم طويل وفيه مواقف يعني ابن عباس جاوب على السؤال هو خم الزكريا فانت لما تجي انت تحذف اجابة ابن عباس كده انت رجل كذاب او مدلس انا مش هقول خلاص انا خلي المسيح المحترم والمسيحية المحترمة اللي بيتفرجوا على هذه الحلقة هم اللي يحكموا عليك انا ارضى بشهادتهم عليك خلاص يبقى اولا زكريا بطرس جاوب على سؤال هو ما تسألوش المذيع سألته عن الناس رفضوا وحي القرآن الكريم هو جاب لها اتنين من المسلمين ثانيا زكريا بطرس لما جي ذكر كلام ابن عباس ما ذكروش وقال ان ابن عباس هدد هذين الرجلين وافترى الكذب على ابن عباس وحفف اجابة ابن عباس وقال انه هو هددهم ثالثا زكريا بطرس مش عارف يقرأ كلمة ويحك وقال هوايحك اتعلم يا زكريا اتعلم براش فضايح تعلم سرتك بقت على كل لسان مش كده زي ما حضراتكم شفتوا يا جماعة ده اول جزء من الرد على الحلقة رقم 110 والرد يعتبر اول جزء من سلسلة نسف اكاذيب زكريا بطرس حول وحي وعصمة القرآن الكريم ادي الحلقة اللي زكريا بطرس قال عنها ان هي الاعصار المدمر تخيلوا كده هو ده الاعصار المدمر يعني كده زكريا بطرس لانا ذكرت ده دمر وحي القرآن الكريم ايه يا عم ده ايه اللي انت بتعمله ده زي ما حدركم شفتوا كده ان شاء الله سبحانه وتعالى وهتلاقوا حاجات كتير زي كده زكريا بطرس كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وكذب على كتاب الله سبحانه وتعالى وكذب على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب على امهات المؤمنين وباذن الله سبحانه وتعالى خلال قناة المخلص وخلال قناة مكافح الشبهات هتلاقونا بنعرض لحضراتكم كل افتراءات زكريا بطرس بالصوت وبالصورة زي ما هو ألها بالزبط وهنرجع نرد عليها زي ما حضراتكم شفتوا بالصور والمراجع المصورة سواء مراجع اسلامية او مراجع مسيحية الحمد لله الذي بنعمده تتم الصالحات وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلته وافتريته على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة